موسيقى نشط السابع مساء من الميادين والبداية مع العنوين موسيقى اللواء الرجوب للميادين حوار القيرة في موعده في الثامن من الشهر الحالي ووفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى موسكو موسيقى حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء الجنوبية والجيش اللبناني يقف ثمانية عشر عنصرا من داعش كانوا يخططون لأعمال إرهابية موسيقى بلينكين يبد استعداد واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى الالتزام به موسيقى عشرات الضحايا بتفجيرات واغتيالات في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا شمال سوريا موسيقى صدمات بين الشرطة ومحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار موسيقى مساء الخير أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب للميادين أن حوار القاهرة في معده في الثامن من الشهر الحالي وأن جميع الفصائل الفلسطينية تلقت الدعوة للحوار الرجوب أكد أن حركة فتح تريد إنجاح مسار إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتؤيد أجندة حوار مفتوحة من دون تحفظ أو إملاء وألفت إلى أن تفاهمات إسطنبول وبيان الأمناء العامين للفصائل في اجتماع بيروت يمثلان مرجعية للحوار وأعرب الرجوب عن ثقته بنجاح الحوار المرتقب من القاهرة ينضم إلينا مدير مكتب الميادين هناك زميل محمد ناصر مساء الخير محمد ما هي الترتيبات بالنسبة للقاهرة لهذا اللقاء وهل أرسلت دعوات إلى كل الفصائل الفلسطينية نعم بالفعل المتوفر لدينا من معلومات حتى الآن أن مصر تعني هذا الحوار أهمية كبيرة وأهمية خاصة لها في مجال تعاملها مع القضية الفلسطينية وأنها قامت بالفعل بإرسال الدعوات لكل الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذا الحوار الوطني وكان أحد القيادات الأمنية الكبيرة اليوم وهو النواء محمد إبراهيم الدويري وهو قيادة أمنية كبيرة قد نشر مخالا اليوم تحدث فيه بإذهاب عن دور مصر وموقف مصر خصوصا من هذا الحوار المنتظر في 8 من فبراي الشباط الجاري أكد فيه أنه لا بديل من نجاح هذا الحوار بأي حال من الأحوال وأنه لا توجد أي نتيجة أخرى غير النجاح وأي نتيجة أخرى هي نتيجة مرفوضة وأكد أن هذه الحوارات تمثل بمسابة رسالة واضحة لإسرائيل والإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة والمجتمع الدولي بأن الفلسطينيين قادرون على حل مشاكلهم الداخلية والسير في العملية الديمقراطية حتى النهاياتها وأكد أن تلك المباحثات والخروج بنتائج ملموسة وإيجابية تفتح المجال على نجاح الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف هذا العام هو السبيل الوحيد لخروج بالقضية الفلسطينية من أزمتها الحالية خاصة في إدارة بايدن الجديدة والتي تسعى إلى عادة إناس مفاوضات السلام برة أخرى وتعول على حل الدولتين وليس كالموقف السابق من إدارة ترامب ومن ثم في أن نجاح هذا الحوض من وجهة النظر المصرية هو السبيل الوحيد إلى تحقيق حل واضح وإلى إنجاح تشكيل الوفد فلسطيني موحد يدخل عمليات مفاوضات جادة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة محمد فقط للاستضاح بشأن الدعوات وصلت هذه الدعوات إلى الفصائل عين كما قال سيد الرجوب الثامن أم السابع من فبراير اللقاء الذي سيجمع كل الفصائل الفلسطينية برعاية القاهرة وبرعاية مصر يبدأ وصول الوفود في السابع من شباط الجاية ولكن تبدأ الحوار يبدأ الجلسات تبدأ في جلسات يوم الثامن من فبراير الجاية وتم إرسال الدعوات إلى جميع الفصائل وهناك حديث حول أن نائب حركة حماس سوف يكون على رأس الوفد الفلسطيني من حركة حماس وهو صالح العرور صالح العرور شكرا جزيلا لك محمد ناصر مدير مكتب الميادين في القاهرة على كل هذه المعطيات هذا وتعقد في العاصمة الروسية هذا الأسبوع لقاءات تبحث فيها مستجدات القضية الفلسطينية وفي هذا السياق وصل إلى موسكو وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة الوفد الذي لبى دعوة وزارة الخارجية الروسية سيبحث العلاقات الثنائية وسبل مواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني وإلى موسكو يصل أيضا وفد من حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق لإجراء محادثات وفق ما أفاد مراسل الميادين في العاصمة الروسية ناشدت عائلة الأسير الفلسطيني حسين أمسالمة منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته الأسير أمسالمة محكم بالسجن عشرين عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويرقد الآن بين الحياة والموت بسبب إصاباته بسرطان الدم التفاصيل مع الزميلة نسري السلمي في وضع صحي خطر يرقد الأسير حسين مسالمة ابن الثمانية وثلاثين عاما في أحد مستشفيات الداخل المحتل بعدما استفحل المرض في جسده من جراء إصابته بسرطان الدم ومعاناته من الإهمال الطبي في سجون الاحتلال عائلة مسالمة طالبت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذ حياة ابنها هو في وضع صحي خطير جدا هو في غرفة العناية المكثفة منذ ما يزيد عن أسبوعين في مستشفى سوروكا مسؤوليتنا أن نواصل الضغط لمواجهة سياسة الإهمال الطبي التي أحد ضحائها هو لا خحسين مسالمة والدة مسالمة كانت زارته قبل نحو أسبوعين لسبع دقائق لم تقوى خلالها على الوقوف بعدما شاهدت ابنها وقد انتفخ جسده وغاب عن الوعي ولم يستجب لنداءات والدته مرض حسين قبل نحو شهرين وكان يشكو من ألام في البطن ولم تقدم له سلطات الاحتلال سوى بعض المسكنات حتى اشتد المرض عليه فأضرب رفاقه عن الطعام إلى أن وافقت مصلحة السجون على نقله إلى المستشفى بطلب أن يطلعون فرجوا عنه أنه عياني فرجوه بطلب من الجميع من الرئيس ومن كل إنسان الرحمة له هذا بطلب عائلة الأسير مسالمة ومؤسسات شؤون الأسرة تقدما بأكثر من طلب للإفراج عن حسين لخطورة وضعه الطلب قوبل برفض محكمة الاحتلال ويشار إلى أن حسين معتقل منذ العام 2002 ومحكوم عليه بالسجن عشرين عاماً يشار إلى أن أربعة أسر استشهدوا العام الماضي جراء سياسة الإحمال الطبي فيما استشهد العشرات على مدى سنوات الاحتلال بعد فترة وجهزة من الإفراج عنهم نتيجة أمراض ألمت بهم وهم في سجون الاحتلال نسر سلمي من أمامي معسكري بيت إيلي الاحتلال لشمال رام الله الميادين هذا وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح لأربعة أيام بعد إغلاق استمر عدة أشهر وتسبب في معاناة الألاف من أصحاب الحالات الإنسانية الخاصة في القطاع تقرير أحمد غاني عمال كاملان انتظر فيهما محمد فرصة السفر عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج غزة هدفه إنقاذ قدمه المهددة بالبتر بعد إصابته برصاص إسرائيلي على حدود غزة اليوم يستعد محمد المغادرة بعد إعلان مصر فتح المعبر لمدة أربعة أيام آمل النجاح رحلته العلاجية أخوي رجده عندها زي ما تقول عندها مبطرة ومش قدرين نستعمل وزي ما تشايفين أزمة المعابر اللي احنا بنعاني فيها احنا وكل قطاع غزة عامة واحنا بنطالب من الجهات ومن كل العالم تقف معانا في هذا الحل معاناة الانتظار للسفر يتشارك فيها آلاف الحالات الإنسانية كهذه الطالبة التي كادت أن تفقد منحتها الدراسية في إحدى الجامعات الخارجية وآخرون محرومون من لقاء أحبتهم منذ سنوات طويلة بفعل الفتح المتقطع للمعبر وتراكم أعداد المسجلين للسفر في كتور طلاب زملائي خسروا منحهم لأنه المعبر مسكر خلص ما يعني حتى الجامعة ما قدرت تعملهم إشي طب إيش نسوي خلص فيه خسروا منحهم فيه خلصت الفيزة طبعتهم وما قدروا يجددوها أنا إنسان مسجل من شهر ثلاثة سالة فاتت لغاية اليوم ما نزل اسمي أنا إلي اتنين أحفاد ما شفتمش لغاية النهار إلي اتنين أحفاد واحد عمر سنة ونص وواحد ساعة شهور سبعة آلاف حالة إنسانية مسجلة للسفر بحسب وزارة الداخلية في غزة والأمال تعقد بفتح المعبر بشكل دائم لتخفيف معاناة الناس في ظل الحصار الإسرائيلي هذه الأيام الأربعة لا تكفي لسفر كل الحالات الإنسانية لكن نتمنى إن شاء الله أن يعمل معبر رفح بصورة أفضل حتى نتمكن من تلبية الحاجات الإنسانية الضرورية لأهلنا في قطاع غزة إغلاق معبر رفح سيضاعف معاناة الغزويين ولسيما في ظل القيود الكبيرة التي تفرضها إسرائيل على تنقل الناس عبر معبر بيت حنون شمال غزة إيجاد صيغة توافقية تضمن فتح معبر رفح بشكل دائم من شأنه تجنيب سكان القطاع المعاناة التي تفرضها إسرائيل بحصارها المتواصل منذ سنوات أحمد غنم غزة الميادين أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنها أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بيان المقاومة أشار إلى أن المسيرة اخترقت صباح اليوم الأجواء اللبنانية في إخراج بلدة تبليدة جنوب لبنان فيما أعلن البيان أن الطائرة أصبحت في عهدة المقاومة اعترف جيش الاحتلال بسقوط المسيرة زاعما ألا خشية من تسرب المعلومات منها إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش اللبناني توقيف 18 عنصرا من داعش خلال الأسبوعين الماضيين الجيش أكد أن الموقفين اللبنانيون وسوريون ينضوون إلى خلايا ترتبط بتنظيم داعش واعترفوا بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحرية من بيروت ينضم إلينا مرسل ميادين عباس الصباغ مساء الخير عباس ماذا في تفاصيل بيان الجيش اللبناني حول القاء القبض على 18 عنصرا ينتمون إلى تنظيم داعش نعم وهذه أكبر خلية لداعش يستطيع الآمن اللبناني وتحديدا مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إلقاء القبض عليها منذ أشهر كثيرة لم نقل منذ سنوات وتحديدا في عرسال المحاذية لسوريا طبعا إلقاء القبض على هؤلاء هم لبنانيون وسوريون في منطقة عرسال وأيضا في منطقة مشاريع القاء وهتان منطقتان محاذيتان لسوريا الجيش اللبناني أكد بأن عملية المتابعة بدأت قبل أسبوعين بناء على معلومات لدى قيادة الجيش وبالتالي استطاع تفكيك هذه الخلية وأيضا يتابع بعض العناصر التي لم يتم القاء القبض عليها التحقيقات المستمرة حتى اللحظة في مديرية المخابرات تشري بأن هناك كان مخطط بطبيعة الحال يعني أن اقتناء السلاح في هذه الظروف وفي هذا الجو الذي يعيشه لبنان والفوضى المتنقل إن كان في الشمال أو في غير أكثر من منطقة يعني جعل من هذه الخلية تعود بشكل مفاجئ أو هذه الخلايا نعمة تعود بشكل مفاجئ إلى الساحة اللبنانية علما بأن آخر عملية ضد داعش نفذها الأمن اللبناني في 27 سبتمبر أيلول الفائت وقتل 15 عنصرا من خلايا أو بقايا خلايا داعش لكن بحسب مصدر أمني بأن الظروف الحالية في لبنان وبعد تطورات في المنطقة أن كان في العراق أو في البادية السورية يعني ازدادت يقضت الأجهزة الأمنية وتحديدا في الأسبوع الأخير يعني منذ بدء أعمال الشغب في منطقة الشمال لأن هناك خشة بأن تستغل يستغل داعش أو هذا ما نسأل عنه عفوا عباس هل هناك ارتباط من القاء القبض على هذه المجموعة المنتمية إلى داعش وما يجري تحديدا في طرابلس شمال لبنان يعني يتم الحديث الكثير من الأطراف السياسية تتهم مندسين هل هناك من علاقة من يريد أن يؤجج هذا الشارع أن ينخرط بأعمال الشغب وتقف وراءه بشكل أو بآخر هذه المجموعات أو من يدعمها يعني في حقيقة وفا هناك معلومات سربت حتى اللحظة بأن توقيف بعض عناصر هذه الخلية كاجاءة بعد أحداث طرابلس واعترافات بعض الذين أوقفوا من طرابلس وهم في المناسبة ليسوا من مدينة طرابلس وإنما من مناطق أخرى وتحديدا من منطقة البقاع اللبناني والبقاع الأوسط أكثر تحديدا يعني موقفوا طرابلس هم خليط متنوع وهناك أحزاب فتية في لبنان إن صح التعبير يعني أسست قبل فترة قصيرة وأشخاص انشقوا عن السيد بهاء الحريري وألفوا منتديات وغيرها كل هؤلاء إضافة إلى الصراع السياسي في عاصمة لبنان الشمالي في طرابلس يعني جعل من البيئة إضافة إلى الفقر والمطالب الاجتماعية كلها اجتمعت في تلك المدين لكن العلاقة المباشرة ما بين موقفي طرابلس وخلية عرسال إذا نصح التعبير ليس هناك تأكيدات بعد تجزم بأن هناك علاقة مباشرة طبعا هناك علاقات بالتواتر لأن هناك خيوط بدأت لدى الأمن اللبناني يعمل على التحقق منها لكن أيضا هناك عناصر قيد المتابعة وهناك خشة في لبنان وتحذيرات منذ أسابيع بأن هناك خشة من أن تعود هذه الخلايا النائمة ربطا بالتطورات وأيضا بالتأزم السياسي الحاد في لبنان نذكر خلية كفتون في آب أغسطس الفائت وقتلها ثلاثة شبان لبنانيين ومن ثم قتل أربعة جنود من الجيش اللبناني وملاحقتها وتبين بأن هناك أكثر من خيط لهذه المجموعة ليس فقط في الشمال اللبناني إنما في مناطق أخرى محادية لسوريا هذا الإنجاز الأمني اللبناني اليوم سيبنى عليه وأيضا هناك تنصيق بين الأجهزة اللبنية تحيانا بين فرع المعلومات ومدرية مخابرات الجيش يعني القوتان المعنيتان على الأرض بملاحقة الخلايا النائبة وبالتالي هناك تقرير مفصل سيصدر في الأيام المقبلة وليعرف أين كانت ستنفذ الأعمال التي كان ينوي هؤلاء تنفيذها وهذا السلاح كيف حصلوا عليه في منطقة يعني حررها الجيش اللبناني والمقاومة منذ سنوات من كل الجماعات الرئيبية بعد هذا الكشف قد نتوقع المزيد من التفاصيل حول ما كانت مخططات هذه الخلايا النائمة ومن أيقضها أيضا زميل عبا الصباق شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات التي أوفيتنا بها رأى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن أشهران تفصل إيران عن صنع المواد اللازمة لامتلاك السلاح النووي معربا عن استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران للالتزام به وفي تصريح إلى محطة NBC أشار بلينكين إلى أن فترة الأشهر قد تنخفض إلى أصابيع أو إلى أسابيع إذا واصلت إيران رفع القيود الواردة في الاتفاق النووي وكشف أن واشنطن تراجع العلاقات مع السعودية واصفا مقتل خاشقجي بالعمل الشائع وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف شروط واشنطن للعودة إلى الاتفاق الدولي الذي انسحبت منه حول البرنامج النووي الإيراني بأنها لا معنى لها وقال ضريف في مقابلة مع موقع جمران الإيراني إنه يجب على الأمريكيين تنفيذ الشروط التي لم يفو بها وإذا كان هناك أحد يحق له فضل شروط للعودة إلى الاتفاق النووي فهو نحن وتابع ضريف أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تحاول فقط الهروب من التاريخ الذي أوجدته الإدارة السابقة من دون تكلفة بل تحاول فعل ذلك على حسابنا وهم يعلمون أن مثل هذا الأمر غير ممكن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران سترد بما يناسب على أي خطوة أمريكية للعودة إلى الاتفاق النووي لافتا إلى أن واشنطن هي من انتهك هذا الاتفاق خطيب زادة أشار إلى أنه لا حاجة إلى إجراء محادثات تنائية مع الولايات المتحدة ولن تكون هناك أي مفاوضات تنائية موضحا أن واشنطن تحتاج إلى العودة لالتزاماتها وأنه إذا حدث ذلك فمن الممكن التفاوض في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إذا لم يتم إلغاء العقوبات من قبل الولايات المتحدة بنحو مؤثر وإذا لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي بل كامل ومن دون أي شروط مسبقة فإننا سنستمر في تصنيفها كطرف منتهك للاتفاق النووي ليس لدينا حد أدنى وحد أعلى من المتطلبات في إطار عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي معيار ما لهذه العودة هو ما تم تدوينه في نص الاتفاق الذي وقعت عليه الإدارة الأمريكية إضافة إلى القرار الأممي 2231 وما نتوقعه من إدارة بايدن في حال أرادت تصنيح المسار الخاطئ للإدارة السابقة أن تلتزم بالاتفاق من دون أي نقص خطيب زادة قال أن بعض دول الجوار اتخذ خطوات غير مناسبة خلال فترة رئاسة ترامب مشددا دعوة هذه الدول إلى التعاون والحوار بمعزلا عن الضغوط الأجنبية بعض جيراننا الجيدين اتخذ خطوات غير مناسبة متوهما أن وجود ترامب هو فرصة لهذه الإجراءات إلا أن موقفنا من التعاون الإقليمي واضح لطالما أكدنا ضرورة التعاون والحوار من دون تدخل أجنبي وبعيدا عن من يسببون الأزمات منذ عقود بنياتهم السيئة ولا يزال مسار الحوار مفتوحا وعندما تتراجع السعودية عن سلوكها السياسي الحالي وتوقف الحرب على اليمن ستكون أحضان إيران مفتوحة لها بعد التجاذب السياسي والإعلامي الذي أحدثته كلمة رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أمام معهد أبحاث الأمن القومي الأسبوع الماضي طفت على السطح خلافات داخل المؤسسة الأمنية نفسها ظهرت في تبادل الانتقادات بالواسطة بين كوخافي ورئيس الموساد يوسي كوهين تقرير منال إسماعيل تبعات الكلمة التي ألقاها رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي في المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي بشأن معارضته عودة الأمريكيين إلى الاتفاق النووي مع إيران لم تنتهي فصولا بعد في إسرائيل فبعد تحول كلمة كوخافي إلى مادة دسمة في التجاذب الإعلامي والسياسي بعد الحديث عن أن تصريحاته أحدثت صدمة في المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل لجهة توقيتها الحساس ولجهة عدم تشاور كوخافي مع رؤسائه قبل التحدث علانية ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران كان لافتا انتقال هذا التجاذب إلى داخل أروقة المؤسسة الأمنية وأجهزتها بما فيها الجيش والموساد ففي خطوة نادرة خرجت إلى العلن انتقادات متبادلة بالواسطة بين كوخافي من جهة ورئيس الموساد يوسي كوهن من جهة أخرى الذي نقل عنه عدم ارتياحه لتصريحات كوخافي لأنه وفقا له يجب الآن عدم التعبير عن الرأي بخصوص إيران قبل أن تبلور حليفة إسرائيل موقفا مهنيا فما كان من كوخافي إلا أن رد وبالواسطة أيضا عبر مصدر أمني قال إن رئيس الأركان غير ملزم بإطلاع رئيس الموساد على خطابه قبل أن يلقيه معلقون وضع الخلافات والانتقادات المتبادلة بين كوخافي وكوهن في سياق شخصي سياسي وغير مهني وربطوها بالصراع منذ الآن على خلافة نتنياه السياسية أو بتقديم أوراق اعتماد سياسية لهذه الغاية ففيما يطمح كوهن التي تنتهي ولايته في شهر حزيران يونيو المقبل إلى أن يعين مسؤولا عن ملف شؤون إيران يهدف كوخافي بحسب مراقبين إلى كسب ودي نتنياهو وتسجيل نقاط قبل القرار بشأن إمكان التمديد له خبراء قالوا إن ما حصل الأسبوع الماضي قد يكون خطوة تكتيكية للإعداد للصراع المستقبلي في اليوم التالي بعد نتنياهو بين رئيسي الأركان والموساد إنها وفقا لهم طلقة أولى لكنها ليست الأخيرة في السباق المستقبلي على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين كوخافي وكوهن السعودية تلتحق بالإمارات في إجراء تعديلات على مناهجها الدراسية وبالتحديد فيما يتعلق بالنظرة إلى إسرائيل واليهود السعودية بدأت إجراء تعديلات على مناهجها الدراسية وقد حذفت بالفعل حديث نبوية عن اليهود ودروس حول الجهاد وقيمة الاستشهاد في الإسلام هذا ما أوردته صحيفة واشنطن باست في تقرير حول الإجراءات السعودية لتنقية الكتب المدرسية مما وصفته بفقرات معادية للثامية الحذف طاول أحاديث نبوية عن قتال اليهود في عدد من المراحل المدرسية الأمر الذي رحب به إسرائيليون بينهم ماركوس شيف وهو مدير معهد إسرائيلي لمراقبة ثقافة السلام والتسامح في التعليم المدرسي إمباكت إذ وصف التطورات الأخيرة بالمدهشة ولسيما أن هذه التعديلات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فبحسب شيف كانت هناك تعديلات عام 2019 لكنها لم تحذف بالكامل الفقرات المعادية لليهود أو الجماعات الدينية الأخرى لكن هذه التعديلات تعكس توجها أكثر توازنا وتسامحا مع إسرائيل بدليل حذف فصل كامل تحت عنوان الخطر الصهيوني الذي ينزع عن إسرائيل شرعية الوجود وفقا لتقرير صادر عن إمباكت العام الماضي أما ديفيد واينبرغ مدير الشؤون الدولية لرابطة مكافحة التشهير في واشنطن فقد قال للصحيفة إن الإشارات التي تشيطن اليهود والمسيحيين والشيعة خذفت من بعض الأماكن أو خففت نبرتها ولكنه لفت إلى أن الكتب المدرسية السعودية لا تزال تعكس حالة العداء مع إسرائيل وتعبر عن دعم القضية الفلسطينية وبحسب واينبرغ فإن الكتب المدرسية السعودية لا تحتوي على اسم إسرائيل هذه التطورات على المستوى التربوي والتعليمي اعتبرتها الصحيفة الأمريكية في سياق تسهيلات الرياض لخطوات التطبيع الوشيك مع إسرائيل اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البحريني محمد أسيس البعينين قطر بعدم إظهار أي جدية في تنفيذ التزاماتها ببنود اتفاقية العلا لحلحلة الملفات العالقة وخلال لقائه بوزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني قال البعينين إن بلده ما زالت تقدم حسن النية وهي ملتزمة ببنود اتفاقية العلا باعتبارها تمثل خطوة لمعالجة الملفات العالقة مع قطر فلتان أمني تشهده مناطق درع الفرات في شمال سوريا حيث سيطرت الجماعات المسلحة المدعومة تركيا عشرات الضحايا من جراء تفجيرات واغتيالات في ظل صراع محتدم بين الجماعات المسلحة فيما تتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف ما يشري تقرير رضا الباشا معنا التفجير هنا أكثر من خمسة وثمانين شخصا بين قتيل وجريح في مناطق سيطرة مسلحي الجيش الوطني التابع لتركيا في ريفي حلب الشمالي والشرقي خلال أربع وعشرين ساعة مدن الباب وعفرين وعزاز في ريفي حلب شهدت ثلاثة تفجيرات بسيارات مفخخة إضافة إلى اغتيالات طالت قادة أمنيين وعسكريين تابعين لفصائل مسلحة من درع الفرات مشهد بات شبهة يدي فلتان أمني عاجزت الفصائل المسيطرة عن ضبطه فيما اتهمت أنقرة مسلحي حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف ما يجري رافعة عصى التهديد بدفن عناصر الحزب الذين وصفتهم بالإرهابيين أعتقد أن زيادة العمليات الإرهابية والتفجيرات وعمليات القتل المتبادل ما بين الفصائل المتناحرة في مناطق سيطرة تركيا تعود يمكن أن نقسمها إلى شقين الشق الأول هو ما ادعى التركية أنه تتحمل مسؤولية هذه التفجيرات وهذه العمليات لأغتيال قسد وما يسمى بقايا داعش اتهام حزب العمال الكردستاني لا يبرئ ساحة الفصائل المسيطرة على المنطقة فالمشهد الأمني في مناطق الدرع الفرات اليوم يذكر بصراع الجماعات المسلحة في كل من إدلب ومناطق سيطرتها سابقا في درعا ومحيط العاصمة دمشق وحمص بموضوع الصراعات بين قادة الفصائل المسلحة والصراعات إن كان على المعابر أو على السروة بسبب يعني العدام الإيرادات المالية أو نقص التوريدات الخارجية لهذه المجموعات وما بين اتهام تركيا لخزب العمال الكردستاني وصراع الفصائل بحثا عن مكاسب على الأرض يقضي السوريون في منطقة عجزة أنقرة عن تثبيت أمنها فلتان أمني في منطقة تصفها أنقرة بالمحرة ويتقذف أطرف السيطرة فيها الاتهامات بين من يوجه إصبعه إلى مسلحي البككا وآخر يستخدم داعش شماعة للتغطية على صراعات داخلية جل من يقضي فيها من المدنيين رضا الباشا حلب الميدين من حلب إلى العراق حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق المرحلة الأولى من عملية أسود الجزيرة لتفتيش مناطق الجزيرة غربانينوى والبحث عن العناصر الإرهابيين وتدمير أوكارهم وتجل عمليات بمشاركة قادة عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربينينوى في تسعة محاور رئيسة وقد انطلقت العملية بإسناد من القوة الجوية وطائرات الجيش السابعة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم من جديد أهلا بكم ونستأنف السابعة من مينيا ميانمار حيث اندلعت تظاهرات منددة بالانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة حزب الرابط الوطني الديمقراطية وزعيمته أونغ سانسوكي وقد وجهت الشرطة المحتجين بقنابل الغاز لتفرقتهم قائد الجيش كان قد أعلن حال الطوارئ في البلاد لمدة سنة واحدة بعد اعتقال قادة الحزب الحاكم الجيش في مينمار يعين قائده رئيسا مؤقتا للبلاد التعين جاء بعد انقلاب عسكري قاده الجيش وأدى إلى اعتقال رئيسة الحكومة أونغ سانسوكي ومسؤولين كبار آخرين الجيش أعلن حال الطوارئ لمدة عام مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة متهما لجنة الانتخابية بعدم معالجة المخالفات الهائلة التي حدثت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 نوفمبر الفائت وفاز بها حزب سونتسي بغالبية صاحقة فيما صدرت مواقف وتحذيرات أممية ودولية منددة بالانقلاب من الضروري أن يعلن المجتمع الدولي وبهضوح رفضه لما يحدث فهذا غير مقبول قادة العالم متحدون في استنكارم لهذا العمل غير القانوني المتحدث باسم حزب الرابط الوطني لديمقراطية الحاكم في ميانمار أشار إلى اعتقال سوتي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب خلال مداهمة للجيش صباح الاثنين بيد أن اللافتة في ميانمار كان عدم معارضة زعيمة المعارضة بعد وصوله إلى السلطة الممارسات في حق أقلية الروهينجا المسلمة من قبل الجيش وميليشيات محلية عامي 2016 و2017 والتي توجد بحملة تطهير عرقي جرت في ولاية راخين وأجبر خلالها الألاف على اللجوء إلى بنجلاديش على الرغم من أن زعيمة المعارضة تزعمت على مدى سنوات طويلة المعارضة لحكم الجيش وهو ما أدى إلى تعرضها وإدارتها لإدانة دولية واسعة السفارة الأمريكية والسفارات أخرى في ميانمار اعترضت على ما اعتبرتهم محاولات لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة التحول إلى الديمقراطية في البلاد فيما دعت بكين الأطراف كافة إلى حل الخلافات ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي اتهم المتحدث باسم الحزب الحاكم في الصين تشو جيشيانج وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بمحاولة تقويد علاقات بكين مع الإدارة الأمريكية الجديدة وفق المسؤول الصيني فأن بومبيو حاول تقويد العلاقات من خلال إعلان أن تصرفات الصين ضد جماعة الإيغور هي إبادة جماعية واصفا تصريحات بومبيو بالعرض المهسلة أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توكيل محامين جديدين للدفاع عنه في محاكمة أو عنها في محاكمة المقرر انطلاقها في التاسع من الشهر الحالي ويأتي هذا الإعلان غدا تتأكيد وسائل إعلام أمريكية أن خمسة من محامي ترامب انسحبوا من القضية التفاصيل مع الزميلة جراسيا بيطار لا يبدو أن أيام دونالد ترامب في نديه مارالاغو في فلوريدا هادئة عجلات محاكمته تسير بسرعة سارع الرئيس الأمريكي السابق إلى توكيل محاميين جديدين للدفاع عنه في محاكمته أمام الكونغرس التي من المقرر أن تنطلق في التاسع من شباط فبراير المعلومة كشفت أن التوكيل جاء بعدما تخلى عنه فريق الدفاع بسبب خلاف جوهره أن ترامب أراد منه أن يجادل بوجود تزوير جماعي في الانتخابات وأن هذه سرقت منه يواجه ترامب إجراءات المسائلة على خلفية أعمال الشغب الدامية التي شهدها مقر الكونغرس الشهر الماضي لكن المحاكمة ليست مفروشة بالورود فإصدار قرار إدانة من مجلس الشيوخ يتطلب الحصول على غالبية السلثين ومن ثم منع ترامب من خوض انتخابات رئاسية مجددا في الأثناء يستعد الجمهوريون لمعركة ترتيب صفوف الحزب مع اقتراب موعد جلسة مجلس الشيوخ للمحاكمة فالتهمة الموجهة إلى ترامب كشفت الشرخ بين أنصار الرجل المهيمين على الحزب الجمهوري وجناحه المعتدل الحاكم آسا هاتشنسون قال لأي بي سي علينا أن نحترم الأشخاص الذين أيدوا ترامب ولكن في الوقت نفسه لا نريد أن نجمل الأفعال الفضيعة التي شهدها الكابيتول بينما جزم الجمهوري روب بورتمان لسي أن 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 ما قام به ترامب كان خطأا ولا يمكن تبريره مضيفا سنكون بصدد إدانة مواطن بصفته الخاصة شخص غادر المنصب وهذا أمر غير مسبوق أما آدم كيزينجر أحد أبرز الجمهوريين فأطلق لجنة سياسية جديدة تسعى لجمع الأموال لمواجهة الجناح الداعم لترامب في الحزب وفي مقدمة هذا الجناح يبرز بقوة اسم مارغري تيلور جرين التي روجت لنظريات المؤامرة ودعمت مقاربة ترامب بشأن تزوير الانتخابات محاكمة ترامب ستحدد على ما يبدو هوية المسيطر على الحزب الجمهوري بعد هزمته عقب ولاية واحدة بعد سلسلة الخسائر الميدانية والسياسية تلجأ قوات رئيس عبد الرب منصور هادي في اليمن إلى اختطاف نساء في مأرب بذريعة العمل لصالح حكومة صنعاء وهو ما يعد إفلاسا سياسيا وتجاوزا للخطوط الحمر في العرف القبلي تقرير علي الأحمر لم يعد أمام الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي ومن خلفه التحالف السعودي إلا اختطاف النساء للتعويض عن الخسائر الميدانية في الجغرافيا اليمنية تركت أنباء الاختطاف موجة استهجان وغضب فيما اعتبرها الكثير من المتابعين للشأن اليمني إفلاسا سياسيا الأنباء تتحدث عن مدهمة قوات هادي منازل في مدينة مأرب واختطافها خمسة نساء من بين أهالهن ثم عاودت في المدهمة الثانية اختطاف اثنتين أخريات سبعون نساء تم اختطافهن واقتيادهن إلى جهة مجهولة من دون إبلاغ أسرهن عن أماكن اعتقالهن وهي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة انتهاكات قوات هادي بحق المدنيين أما التهمة الموجهة إليهن فهي العمل لصالح حكومة صنعاء نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي أكد أن ما يشاع حول ارتباط هؤلاء النسوة بخلايا نائمة تابعة لحكومة صنعاء محد كذب وافتراء لا أسس له من الصحة واعدا من أسماهم بالمظلومين بالاكتصاص من ظالميهم بقطع النظر عن الاتهام إلا أن اقتحام منازل النسوة واعتقالهن يعد من الخطوط الحمر في العرف القابلي اليمني وهو ما أكده الناطق باسم حركة أنصر الله في اليمن محمد عبد السلام الذي اعتبر أن ممارسات حكومة هادي في مأرب لا تراعي قيم الدين ولا الأعراف القابلية مؤكدا أن مثل هذه الحوادث ستكون لها تداعيات كبيرة على من قام بها اختتمت أعمال اليوم الأول من أعمال الحوار التفاعلي الليبي بين المرشحين لمناصب أعضاء في المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وأعضاء ملتقى للحوار الوطني الليبي واستمع أعضاء الملتقى المجتمعين في جناف إلى عدد من مدخلات المرشحين التي تركزت على رؤيتهم لإدارة المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات الوطنية المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز رأت في انطلاق أعمال اختيار السلطة التنفيذية فرصة مهمة لاختيار سلطة تنفيذية موحدة تصريحات رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي التي دعا فيها لاعتماد نظام برلماني صرف أثارت انتقادات واسعة واتهامات له بالسعي إلى تفكيك الدولة وأضعاف دور رئيس الجمهورية رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق وصف مقاله الغنوشي عن دور رئيس الجمهورية بالانقلابي واعتبر أن كل من يدافع عن النظام البرلماني التام يدافع عن المصطحة الاستراتيجية للإخوان بدوره وصف رئيس حركة تونس إلى الأمام عبيد لبريكي دعوة الغنوشي بالانقلاب على رئيس منتخب من جهتها دعت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى ما سمته انتفاضة ضد ديكتاتورية أو ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها الغنوشي دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي إلى استمرار التنسيق بين القاهرة والخرطوم وأدي سبابا ذلك للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن أزمة سد النهضة من جانبها قالت رئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في القاهرة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعرض معه قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي شارك المئات في احتجاجات جديدة في جميع أنحاء البرازيل احتجاجا على طريقة تعامل الرئيس جايل بولسنارو مع جائحة كورونا المحتجون طالبوا باستقالة بولسنارو أو بعزله وأمام مبنى الكونغرس وقفت أحدى المجموعات وقد غط أفرادها رؤوسهم بأكياس بلاستيكية ترمز إلى موت مرضى كورونا في ولاية أمازوناس الشمالية اختناقا بعد نفاذ الأكسجان من المستشفىات دفاعا عن تاريخ تراثها وعدات أجدادها حولت المسنة الفلسطينية أم خالد السواركة أحدى غرف منزلها إلى زاوية للأعمال التراثية القديمة التي ورثتها عن أبائها وتعمل على توريثها لأبنائها التفاصيل مع الزميل أحمد شلدان هناك من اختار أن يحتوي منزله أكثر من مجرد الأثاث ومستلزمات الحياة فجعل من تاريخ بلاده وتراثه زينة لهذه الجدران التي باتت أسلوبا يعيد إلى الذاكرة عادات الأجداد وتقاليدهم هذا اتعلمته وأنا عمري زي ما تقول 14 سنة وأنا تصراح مع الغنم بعدين اتعلمت أول ما اتعلمت المغزل هذا بعدين اتعلمت الخياطة ثياب هذول هذا هو الأصل يعني احنا من غير الثراء هذا من غير هذا كل المكان هذا فهم كيف يعني ما بتذكر فلسطين ما فيش حاجة اللي هي تذكر فلسطين حتى اللي جاء للصغار وشوف لهذا المكان هذا بتفكر عليهم فلسطين احنا بقدر الإمكان بنظلنا محافظين على تراتنا على أساس أنه ما يندتر أو ما ننسى يعني زي ما أنا متمسك فيه مثلا من أم يعني اللي أعطيها الصحة وطلت العمر يعني بتشتغل فيه وأنا منها تعلمت ومن ناس كتير يعني تعلمت لأنه أنا إذا ما فكرتش فيه أولادي مش حيفكروا فيه الوبر تبع للحلال اليوم شحيح جدا عندنا في قطاع غزة لأنه احنا لمن بدنا نعمل بيت شعر بدنا تقريبا زي 300 كيلو أقل شيء أقل شيء زي 300 كيلو وهذا ممكن نقعد سنوات وإحنا قاعدين بنجمع فيه ذهب ما بدي ذهب ولا ألبس الحي ذهب ما بدي ذهب ولا ألبس الحي أحمد شلدان غزة الميادين بدي عالم فلسطيني رفر فوق الكلية فرضت الظروف المعاشية الصعبة التي تواجهها الأسر السورية الاعتماد على التحويلات من أقاربها في الخارج استطلاع للرأي أشار إلى أن نحو 68% من السوريين يعتمدون على تلك التحويلات في مواجهة تردي القيمة الشرائية للرواتب والأجور محمد الخضر من دمشق أزمة المازوت أزمة البنزين يعني الوضع بسوريا صار صعب جدا بدي حلول جزرية وغير هيك ما يمشي الحال هو لسان حال السواد الأعظم من السوريين بعد عشر سنوات من الحرب ضغط معيشي عمقه دمار القطاعات المنتجة وأكملته المقاطعة العربية والعقوبات الأوروبية والأمريكية على دمشق مشهد أدخل أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات اقتصادية اليوم الراتب 60-70 ألف ليرة أجار بيتنا بيكفو يعني المصروف أكبر بكتير عن عشر أضعاف عن المدخول ما في الموظف هلأ ما بيكفي يمكن مصروف ثلاثة يام كيف يتدبر السوريون مع عيشتهم؟ سؤال صادم في ظل البون الشاسع بين المدخول والإنفاق شريحة منهم تعتمد على أعمال إضافية أو مساعدات من الجمعيات الأهلية لكن النسبة الأكبر تعتمد على تحويلات الأقارب من الخارج تحويلات تؤدي الدور الأهم في مساعدة العائلات في مجموعة من المؤشرات التي تقول أن 67.6% من الأسر السورية تعتمد على الحوالات الخارجية حتى تعيش وتكمل حياتها وأشهر حياتها كمان 77.4% تصل الحوالات بشكل دوري من المؤشرات بالدراسة أنه 57.9% من الأسر أو قيمة الحوالات التي توصلها من 200 إلى 500 ألف ليرا سورية تقريبا بحسب الدراسة تصدرت أوروبا مصدر الحوالات بنسبة تصل إلى 45% تليها الدول العربية بنسبة 43% المؤشرات المعيشية واشتداد الحصار الغربي ضاعفا من أهمية الحوالات الخارجية كالشريان حياة للاقتصاد السوري حوالات لا تعتمد الأسر السورية عليها لإكمال معيشتها الشهرية فقط بل تدعم خزينة الدولة بالعملات الصعبة محمد الخضر دمشق الميادين الفنانة التشكيلية فازاناز تتمتع بشهرة وسعة في باكستان بسبب منتجاتها الفنية التي تعتمد فيها على لحاء الأخشاب وأروا أوراق الشجر فيه توجه للاعتماد على الطبيعة فيما يصنعه الإنسان من دون الإساءة إلى البيئة تقرير بكر يونس بعدما حقق معرضها الأول النجاحة تستكمل الفنانة الكشميرية في زناز مسيرتها الفنية ذات الأبعاد البيئية الخاصة فهي تعتمد في منتجاتها الفنية التشكيلية على لحاء الأخشاب التالفة وأوراق الأعشاب اليابسة وتحولها إلى خيطان خاصة لتكون المادة الأساسية لأعمالها الفنية ما أستخدمه من مواد أو خيط هو من الأعشاب اليابسة أو لحاء الأشجار وما يميز هذا النوع من المنتجات الفنية هو أنها خالية من الكيميائية التي تضر بالصحة والبيئة وهي منتجات آمنة حتى بالنسبة إلى الأطفال الفتيات وجدنا عند الفنانة في زناز مكانا مثاليا لتعلمي هذا النوع من الفن فأقبلنا عليها ليتحول بيتها إلى مركز تدريب وتعليم فني أنا سعيدة جدا بأنني أتعلم هذا النوع من الفن وأمل أن أتمكن من تعليم غيري هذا المكان بات مثل منزلي مجسم المرأة الريفية والطفلها المصنوع من أوراق الذرة والدراجة النارية المصنوعة من لحاء الأخشاب إضافة إلى العديد من المنتجات الفنية هي ثمرة جهد مميز قامت وتقوم به الفنانة في زناز التي تسعى إلى نشر هذا الفن انطلاقا من بيتها إلى مختلف أرجاء باكستان تحويل لحاء الأخشاب وأوراق الأشجار المتساقطة إلى منتجات فنية تزين المنازل وتفيد في إضفاء بعد جديد من البيئة وليها هي فلسفة الفنية التشكيلي الذي انتهجته الفنانة في زناز باكر يونس روال بندي الميادين تذكير بعنوين السابعة اللواء الرجوب للميادين حوار القاهرة في موعده في الثامن من الشهر الحالي ووفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى موسكو حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء الجنوبية والجيش اللبناني يوقف ثمانية عشر عنصرا من داعش كانوا يخططون لأعمال إرهابية بلينكين يبد استعداد واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى الالتزام به عشرات الضحايا بتفجيرات واغتيالات في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا شمال السوريا صدمات بين الشرطة ومحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار ودائما للمزيد من الأقبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية السابعة انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة